اشتركوا في القناة اطلاعكم على شرح التطبيق الذي اتشرف بوضعه بين ايديكم والطلاعكم على التطبيق نفسه قلت ولد منذ ساعات تطبيق بريزمو جو تطبيق ماسيح ضوئي رائع متوافق مع في الحقيقة هو موجه للمكفوفين وضعاف البصر وهذا لا يمنع من ان يستعمله المبصيرون تطبيق يجتمل على مجموعة من المازايا صحيح انه في البداية يدعم عشر لغات فقط بمعنى يدعم عشر لغات دونما حاجة الى الانترنت منها الفرنسية والانجليزية ويدعم لغات اخرى بالارتباط بالانترنت والحصول على مشتريات هذا التطبيق التي لا تتعدى 5 اورو على ايين قمت بتجربة تطبيق دونما الحصول على اي مشتريات وراقني كثيرا واحببت ان اقاسمكم كعادتي هذا التطبيق في ساعاته الاولى فهو تطبيق وليد كما سميته دونما ان طالق اضغط على التطبيق في الحقيقة بالدخول للتطبيق اول مرة سوف يطلبوا منكم سمح له بالولوج الى الكاميرا والى الفوتو تيك عند رغبتكم في البوم صور يعني عند رغبتكم في استيراد صورة معينة اخذ هذا التطبيق ومطوروه مشكرون على ذلك مجموعة من مزايا التطبيق المسيح الضوئي الشهير ولكن الغالي لهو كنف بي ريدر اخذ مجموعة من مزاياه كالمساعدة الصوتية والديتكسيون دي بوردير وغيرها من المزايا وليس هذا هو موضوعنا بكل بساطة ودون ان اطيل عليكم كثيرا سوف ادخلوا واياكم الاعدادات رغم سهولتها لتكتشفوا في بدايتها التعريف بمشتريات التطبيق في الحقيقة التي يعد ثمنها مناسبا ودورها المتمكن في الحصول على اللغات الموضوع يعني ارتباطا بالانترنت بشبكة الانترنت ومنها اللغة العربية هو يدعم العربية ولكن ليست داخلتا ضمن العشر لغات التي لا تحتاجوا الى انترنت واللي هي مجانية ولكن تدعم يدعم العربية بالحصول على المشتريات وبالارتباط بالانترنت بعد ذلك هناك اعدادات بسيطة جدا لغة المفضلة انا اخترت الفرنسية وان كان بامكانكم ان لا تختاروا اللغة المفضلة غير انكم عند اختيارها تسهلون وتسريعون في الحصول على النتيجة تجعلون التطبيق يعطيكم النتيجة بشكل اسرع هنا خدمة اخرى فيه اللي هي لديتكسيون دي كيير كود بمعنى تحديد دوك الاكواد التي تكون في مختلف المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية تكون غالبا في ظهر الغلاف او في ظهر العلبة الى غير ذلك ليعطيك التطبيق عنها كافة المعلومات طبعا ان اردت تسجيل الصورة المتعرفة عليها على الكتابة الموجودة داخلها بواسطة تطبيق تسجيلها في ألبوم صور اذا اردت ان يستعمل تطبيق نامط استهلاك الطاقة المحدود طبعا هذا القراءة الاطماتيكية للنص وهنا خانة التفاعل مع مطوري التطبيق التي ارجو ان لا تبخلو بها على هؤلاء المطورين بمختلف انواع التفاعل وتقاسم التطبيق عبر تويتر وعبر الفيسبوك هنا في حقه في المساعدة كين الاطماتيزازيون يعني تلقائية وصول معلومات الاستعمال الى مطور التطبيق وهذا يساعدهم كثيرا في تطويره وايضا ما يسمى بتشخيص الدياغنوستيك تشخيص هذا الاستعمال وطرح السؤال نأتي الان الى استعمال التطبيق قبل ذلك اشير الى ان استعماله متسر بطريقتين اساسيتين الطريقة الاولى سوف اجلها قليلا هي طريقة الضغط بكل بساطة على زر اخذ صورة الطريقة الثانية هي استيراد صورة وهنا بالضغط على الزر الموجود يمين زر اخذ الصورة بالنسبة للغات اللاتينية تجدون اخبار باللغة التي استعملها التطبيق المسيح الضوئي حاليا في الاعلى بالاضافة الى زر الاعدادات في اليمين في اقصى اليمين من نسبة للغات اللاتينية لاخبار باللغة واخبار بطبيعة اللغة بانها اسير انتغري بمعنى انها لغة ماسيح ضوئي مدمجة استابيليزازيون 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 هي استقرار صورة ره اوف بمعنى يمكنك تشغيل هذه الخاصية خاصية استقرار اكثر في اخذ الطبيق لصورة عبر كاميرا الايفون وايضا الفلاش الفلاش الضوئي للكاميرا لك انت تستعمله ام لا الآن سوف احاول ان اخذ صورة لمحتوى باللغة الفرنسية وارى النتيجة اخذ صورة اخذ صورة على خاصية قراءة المحتوى الموجودة في ايو اس هنا أترك لكم اكتشاف مجموعة من الخصائص المتعلقة بالقراءة واختيار الصوت بإمكانكم اختيار صوت القراءة وصرعة القراءة هنا مجموعة من الخاصيات ولكنها مرتبطة بالمشتريات سوف نجرب في بعض الخاصيات من هذه مرتبطة بالمشتريات قمت بالنسخ بالنسبة للتقاسم لاحظوا معي سوف أحاول أن أتقاسم أو أن أضع مثلا هذا المحتوى في نوت إذن هنا يخبرنا التطبيق وفي الحقيقة هذا شيء منطقي ومقبول بالنظر التمن بأنه للحصول على هذه الخاصية ينبغي شراء الباك الذي لا يتجاوز كما قلت 5 أورو وهو مبلغ جد مناسب ما يعادي 5 دولار تقريبا إذن الآن سأعود بالضغط على زر العودة إلى الكاميرا هذه طريقة طريقة ثانية هي أم بورتي ليماج يعني تستورد صورة هنا سوف أقوم بجربحية أمامكم أخرج من التطبيق وأخذ صورة لصفحة أخرى من نفس الكتار ثم أخرج وأذهب إلى التطبيق أذهب إلى التطبيق وأضغط أم بورتي ليماج لتأتي ثلاث أو ثلاث اختيارات طبعا الاختيار الأول استيرادها من ألبوم صور هنا استيراد ملف وسأعود لهذه المسألة لاحقا وهنا هنا وظيفة إظهار آخر صورة تم أخذها إذن أم بورتي سوف أستورد الصورة من ألبوم صور العملية تمت بنجاح أعود إلى استيراد عفوا سوف تلاحظون مزايا أخرى بالاستيراد بالضغط على استيراد ملف يحولني إلى آي كلاود إن كنت وضعت سابقا صورة فيها كتابة في الآي كلاود ولكن ليس آي كلاود فقط بالضغط على زر أم بلاسمو يعني مصدر أو مكان تأتي السحابات الأخرى دروب بوكس درايف و جوجل درايف و الوين درايف إذن لحتوا أن التطبيق متكامل حتى في محتوى المجاني هو تطبيق مرضي إذن كان هذا هو أغلب ما يمكن أن يقال حول التطبيق قمت بتجربتين حياتين أمامكم أترك لكم اكتشاف الباقي قبل أن أودعكم على أمل لقاء جديد لا أنسى أن أطلب منكم دعم القناة وذلك باشتراكاتكم فضلا وليس أمرا وبتفاعلكم مع شروحات القناة بمختلف أنواع التفاعل التي أترك لكم اختيارها كالإعجاب والتقاسم وغير ذلك من أنواع التفاعل إلى أن ألقاكم في مرة قابلة بحولي لا أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته